بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترين عشنا ايام جميلة عشنا لحظات سعيدة عشنا فرحة يمكن انا عشتها لفترات طويلة وبطلات كتيرة مع النادي الاهلي في رحلات افريقية ورحلات خارجية كثيرة ولكن هذه الرحلة تحديدا وهذه المباراة تحديدا كان لها رونة خالص كان لها شكل مختلف كان لها ترتيبات مختلفة البعثة بالكامل مجلس الادارة جهاز الكورة الجهاز الفني الجهاز الاداري اللاعبين الجماهير الكل كان على قدر المسئولية الكل بلا استثناء كان بيمثل النادي الاهلي افضل تمثيل في هذه الرحلة الخارجية والتي تكللت في النهاية بالفوز ببطولة كأس مصر النادي الاهلي وفرحة شعب النادي الاهلي وفرحة الجماهير المصرية في كل مكان بطولة جديدة ولكنها ليست اي بطولة النادي الاهلي نجح في تحقيق اول بطولة كأس مصر تقام خارج جمهورية مصر العربية هيفضل فيه زاكرة التاريخ وهتفضل محفورة في التاريخ ان النادي الاهلي كالعادة هو الاول في كل شيء ونتيجة ان اول بطولة في نهاية كأس مصر اقيمت خارج مصر نجح الاهلي في العودة بكأس مصر رغم ان البطولة هي رقم 39 ولكنها هي الاولى من نوعها تقام خارج مصر وتحديدا فيه الرياض في المملكة العربية السعودية بشكر كل الناس بالتأكيد على هذا الشكل الحضاري اللي توجه في النهاية بالفوز ببطولة كأس مصر ايضا الشكر والتأدير للشركة المتحدة للرياضة الشكر والتأدير لشركة استادات الشكر والتأدير لادارة قناة الاهلي كنا بالتأكيد مدعوين وحضرنا هذا الاحتفالية وهذه البطولة وبالتأكيد بنشكر ادارة قناة الاهلي على هذه الخطوات الملموسة اللي كان فيها ترتيبات وتنظيم على اعلى مستوى من خلال تواجدنا وعيشنا الأحداث وعيشنا مباراة نهائي كأس مصر بشكل يعني رغم أن حضرت بطولات كتيرة وأحداث كتيرة ولكن فرحتنا بحضور مجلس الإدارة والتنظيم والترتيبات والسفر والعودة كل شيء تم بشكل احترافي بالتأكيد كل هذه الترتيبات كانت محتاكة تتويج في النهاية وهو فوز الأهلي ببطولة كأس مصر بأمانة الفرحة كبيرة الاحتفالات كانت كتيرة وكانت مهمة في ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض الاحتفالات في الشوارع كانت كبيرة جدا بشكل الأشقاء في المملكة العربية السعودية والله في كل مكان الواحد كان يتحرك يعني الواحد كان حريص أن يتحرك في الشوارع كتير الأشقاء في السعودية مجرد ما يعرفوا مصريين وأهلوية مش عايز أقول لكم كم الحفاوة كانت زي الناس ناج بتعشق حاجة اسمها النادي الأهلي النادي الاهلي والحضور الجماهيري اللي شفناه في ملعب المباراة لو الملعب يمكن الرقم اللي صدر في نهاية اللقاء بالحضور الجماهيري حوالي 23 ألف وتسعمية تقدر تقول ما لا يقل عن 15 ألف مشجع أهلاوي أكتر من 60-70% من جماهير النادي الاهلي في ملعب المباراة احتفالية جميلة وقرنفال جميل وأجواء مميزة وتتويج في النهاية كان بالفعل يليق ببطل الدوري وبطل إفريقيا وصاحب البرونزية في كأس العالم كلية الشرف أتواجد في المملكة العربية السعودية في أقل من شهرين 3 لمدة مرتين مرة في كأس العالم للأندية وحضور مباراة التحاد جدة تحديدا في الدور التمهيدي لكأس العالم ومباراة نهائي كأس مصر شعبية الأهل كبيرة يا جماعة أنا لمست ده بشكل كبير آه ممكن حضرنا في مباراة كتيرة في دول إفريقية وفي دول خليجية ولكن ما كانش الأهل لعب مباراة في السعودية منذ فترة طويلة ولكن آخر شهرين 3 الأهل حضر في جدة وحضر في الرياض لا لا القصة مختلفة الأهل مكانته وشعبيته وتقدير كافة المسؤولين للنادي الأهل الكبيرة جدا وده يندل على شيء بيدل على عظمة ومكانة هذا الكيان الكبير اللي بيمثل مصر أفضل تمثيل في كافة المجالات وفي كافة القطاعات وفي كافة المباراة مبروك للنادي الأهلي مبروك لمجل صدارة النادي الأهلي مبروك للكبتن محمود الخطيب رئيس مجل صدارة النادي الأهلي مبروك لكافة جماهير النادي الأهلي والجهاز الفن واللاعبين ولكل الناس اللي كان عندها روح يضية في هذا اللقاء ومثالت أفضل تمثيل للقرى المصرية ولي الشعب المصري في هذا اللقاء اللي انتهى الحمد لله بتتويج الأهلي بعد الفوز بهدفين مقابل لشيء وتتويج وقضية جديدة من محمد مجد أفشا أيضا في بلاس تسعين وأيضا يوم الجمعة على نادي الزمالك ولكن في النهاية هارد لكن نادي الزمالك عمل مباراة كبيرة أدى فيها بشكل كويس ولكن هي كده النهائيات تكسب ولا تلعب مبروك للأهلي إنجاز جديد بطولة جديدة نعفل الصفحة ونركز في اللي جاي حالة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل كتيرة هنتكلم عن أرقام مهمة عندنا كواليس لها علاقة بتحكيم هذا اللقاء ماذا حدث من طاقم التحكيم تقنية التسلل فوز الأهلي التاريخي والمستحق للقرى الحمراء النهاردة أركز على نقاط مهمة جدا وهتكلم على كواليس كتيرة متعلقة بهذا اللقاء وكمان النهاردة عندنا حدث جديد متعلق بمنتخبنا الوطني اللي أعلن قيمة النهائية واللي هيشارك بيها إن شاء الله في دورة الإمارات في الفترة من 18 حتى 26 من شهر مارس الجاري